في تطور للأحسن كل سنة من الندوات اللي حضرها كل الفنانين المشاركين الموجودين في المهرجان ان هم حضروا يعني ده بيبسط الأستاذ محمود طبعا نشوف كل زماله مهتمين ان هم يجولوا وان هم يبقوا موجودين معاه في وقت تكريمه مختلف السنة دي في مهرجان الجونة ان في تطور للاحسن كل سنة يعني كل سنة حتى لو في بعض الاخطاء او بعض المشاكل اللي بتقابل اللي هم القائمين على المهرجان تاني سنة بيتجنبوها وبالتالي بنشوف تطور للأحسن بنشوف أفلام أكتر بنشوف ندوات أكتر بنشوف الناس المستفيدين من مهنة السينما او مهنة صناعة السينما بيتقابلوا مع بعض بيقدموا مشاريع المشاريع دي بيبقى فيها دعم من بعض الشركات فده في حد ذاته طبعا حاجة بتسعيد كل سنة مع السينما بيقدموا مشاريع المهرجان القاهرة بسبب الأحداث الأحداث مازالت مستمرة المهرجان زادت أكتر فإحنا لو تتخيل المهرجان هيفيد أن الأحداث تنتهي أو أن كل الناس ما يروحوش شغلهم والأحداث تنتهي أكيد محدش هيضاخ لكن الحياة مستمرة الأحداث مستمرة والحياة مستمرة يمكن المهنة دي بس أو المهرجان اللي هي مرتبطة بالمهرجان هي اللي كان عليها العين شوية لكن طبعا كل المهن الأخرى كانت مستمرة يعني كل الصناعة في أي مجال آخر بيشتغلوا يعني إذا كان العمرات بتتبني الشوارع بتترسف التجار بيتجروا الاستراد بيستمر التصدير بيستمر الزراعة بتستمر كله كله بيستمر ما عدا السينما على أساس عيب أن احنا نعمل سينما عشان الأحداث بالعكس أنت السينما نفسها هي بتعبر عن الواقع الموجود وكم من أفلام نقشة الأحداث ربما تكون مؤثرة وتفيد الناس اللي هما بس هما طبعا عندهم هدف اللي بيعملوا الحروب دي عندهم هدف والهدف ده للأسف يعني محدش هيغيره لهم من فيلم ولا من مسلسل ولا من حاجة كم من أفلامه من مسلسلات نقشة الأحداث الموجودة لكن نتيجتها ما كانتش إن الناس إيه ده إحنا شفنا الفيلم هنوقف الحرب أو إيه ده شفنا الفيلم فده فضحونا أو كشفونا لكن هو تعبير عن الواقع لو إحنا بنشوف في أفلام أو في مسلسلات بتقدم اللي حاصل في الواقع بشكل مبسط يوصل للمتفرج فأنت شرحت له 500 نشرة أخبار وشرحت له 500 خبر نازل في الأخبار من خلال عمل فني مبدته ساعة ومصر سنيتي تم تفضل التكريم من إيكم يا محمود حبيدة أه لا ندوة كان جميلة وأستاذ محمود حبيدة طبعاً استاهل إنه تعمله تكريم ويتحمله الندوة وساعدنا بيها كلنا يعني فطبعاً كنت أحد المشاركين في الندوة وساعدنا ويمكن من الندوات اللي حضرها كل الفنانين المشاركين الموجودين في المهرجان إنهم حضروا يعني ده بيبسط الأستاذ محمود طبعاً نشوف كل زميله مهتمين إنهم يجولوا وإنهم يبقوا موجودين معاه في وقت تكريمه يعني